نتقل مع حضراتكم لموضوع آخر وأوروبا بتعاني بشكل كبير من التغيرات المناخية وبقى فيه تقص شتوي قاسي جدا وعواصف تلجية بتحصل على فترات متقربة الوقت موجود عاصفة تلجية في شمال أوروبا أثرت على حركة التنقل وحياة المواطنين وبالفعل تضرر عدد كبير من المنازل تتعرض بعض الدول الأوروبية لعواصف تلجية جديدة أثرت على حركة التنقل وحياة المواطنين حيث حذرت السلطات الشيكية من الخروج في الشوارع بسبب الرياح القوية وتوقعت أن تتسبب العاصفة في أضرار كبيرة بما في ذلك مضاعفات النقل وتوزيع الطاقة وتستعد الدانمارك بتجهيز عشرة آلاف عامل لمواجهة أي نوع من الطوارئ وفي العاصمة الدانماركية كوبنهيجن تم تعليق جميع حركة القطارات الإقليمية تقريبا كما أن جسر أورسوند الذي يربط الدانمارك بالسويد تم إغلاقه بسبب العاصفة وتضررت مناطق في جنوب السويد بشدة جراء العاصفة وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل هناك بينما ألغت عبارات متجهة إلى جزيرة جوبلند رحلاتها في بحر البلطيق بسبب الرياح العاتية ولحقت أضرار جسيمة في المنازل والسيارات والقوارب في النرويج فيما تسبب تساقط السلوب بكثافة في جميع أنحاء فنلندا في وقوع حوادث طرق وبعطيل حركة الحافلات والقطارات في أجزاء من البلاد ترجمة نانسي قنقر